مرحبا سافاج من كريستين ديور ادو تواليت ادو برفيوم والبرفيوم النسخة الجديدة اللي نزلت من كريستين ديور واللي واللي اغلب الناس منتظره يعني تقييمه والطبعة او الانطباع الاولي عن هذا العطر ولكن بالنسخة القديمة انتو بتعرفوا اذا بتتابعوا فيديوهاتي من البداية يمكن ما كانت كتير مستهويتني الادو تواليت والادو برفيوم لسبب انو فيها حدية حتى الامبروكسان فيها واضح يعني بشدة ومستمر توقت العطر يعمل دروب داون ويهدى نوعا ما ولكن الامبروكسان مستمر ولا هذا العطر بالذات هو معشوق النساء ومعشوق الرجال ايضا كل الناس اللي لبسوه سهل لبسو وحبوه واغلب الناس يعني انبهرت بأداءه وبجماله فرانسوادي ماسي هو الانف اللي ورا هذا العطر وابدع بانتاجه او بخلق هذا العطر بهالطريقة هادي يلي اكتر الناس يعني انبهرت فيها وحبتها نسخة الأودو توليت الأودو برفيوم ما كنت كتير انا من الناس اللي استهويتني ولكن مو كرهانه العطر استعملته وحبيته ولكن نسخة برفيوم هي هلأ النسخة البودرية اكتر النعمة اكتر بسبب من وجهة نظري توليف او عمل تواؤم وتسكين اللافندر مع السندر وود زهر الخزامة او خلينا نقول اللافندر اللي كل الناس بتعرفه وتسكينه بخشب السندر عاطي باودرية للعطر ونعومة للعطر ومتوجه بالعطر للجهة الوريينتل عطر حلو بيستمر اكتر من 8 ساعات واغلب الناس اللي حواليك بتلاحظ وجودك بالصيغة الحلوة ولكن بدي اقول للاخوة يلي يعني يمكن يكونوا كتير متواجهين انه بدهم يشتروا النسخة البرفيوم لانه ممكن يكون مختلفة جدا عن الادو تواليت والادو برفيوم ولكن مو هالاختلاف الكبير بس الحدية نايمة شوي رايح على النعومة اكتر والرائحة البودرية واضحة فيه اكتر عطر جميل هاي النظر الاولي لهذا العطر ولكن اذا الله ارد بعد التجربة لفترة طويلة ممكن نرجع نعمل ريفيو للثلاثة مع بعض ونتحدث فيهم حبت لقلكم كبيرة كونوا بخير بالنسبة للسعر كل واحد يشوف ببلده او يعمل جوجل للسعر حبت لقلكم بامان الله